مدينة تكريت والتي مضى على تحريرها أكثر من سنتين لازالت تعاني من تردي الوقع الخدمي فيها ما دفع المواطنين بمطالبة الجهات المختصة بضرورة رفع تلك النفايات منها والتي بلأت تؤثر على حياتهم اليومية الأمانة البلدية ستسوها شغلات تنظفها وصاخة أولين ثانين منظر محلوه بعدين قدارة محلوه وتعكس وجه حضاري للمدينة محلوه تأجلها بعض النوبة يعني مثلا بدل ما يجون مرتين بالأسبوع مثلا خليها ثلاث مراتين يشيلون الأنقاض مثلا يعني مراتين ما ينقطع مرات كهرباء موهل قيد قوية مواطنين عدة أكدوا أن أغلب الأحياء في المدينة تعاني من تراكم النفايات ونقص الخدمات وهذه المنطقة مثال لبقية الأحياء في المدينة والغريب بالأمر أنها تقع خلف بلدية المدينة ولا يوجد اهتمام بها ما بالك بقية الأحياء السكنية التي تناستها كوادر البلدية هذه الأوساخ لدينا منطقة سكنية هنا منطقة حي العصري خلف دائرة البلدية خلف البنزي خانمات داخل ومحلات صباح الجمعة قريبة تدري هنا هذه الأوساخ المهملات يعني نطالب من الناشد المسؤولين مدير البلدية تكريت الله يوفقهم إن شاء الله ويجون ينطفون هذه الأوساخ من هنا وعلى الرغم من فرض قانون الجباية وجلب شركات تنظيف في المدينة إلا أنها لا تزال دون مستوى طموح المواطن ولم يتغير شيء في واقع خدمة المواطن في المدينة على الرغم من إقرار قانون الجباية في مدينة تكريت إلا أن بعض الأحياء السكنية في المدينة لا زالت تعاني من نقص واضح في الخدمات من مدينة تكريت مصطفى الوحادي قناة سامراء الفضائية